كبير محمد توفيق رائع وأستاذي طبعا وأنا لا أنكر أنه لي بصمات كبيرة علينا على كل يعني كل طلبة اللي كانوا معنا في المعهد كان فيه لحظات هو لا يعمل برغم من عطاءه وأنه عنده مقدرة كبيرة على العطاء لغاية آخر لحظة إلا أنه في لحظة من اللحظات أصابوا الركود وأنه ما بمشتغلش ده أثر عليه تماما الموضوع ده قوي قوي وبعدين لماعي يعني عنده بعض أمراض وكده يقول طيب يكتبوا لي دور واحد عيان تصوري؟ طبعا كان بيقول لي هذا الكلام يقول لي يكتبوا لي دور واحد عيان أنا مستعدة أعمله شوفي عايز يساهم ويشارك ويستمر